على الرغم من أنه ليس من العدل الإدلاء بتصريحات شاملة حول أي علامة فلكية إلا أن هناك بعض الخصائص المرتبطة بمجموعة من الأبراج والتي قد تجعل الثقة بهم أمراً صعباً بالنسبة للآخرين تعالوا لنكتشف من يكون هؤلاء البرج الأول على قائمة الأبراج التي يجب الحذر من الثقة بها برج القوس عقلية التوقف عند لا شيء التي يتمتع بها أصحاب هذا البرج لا يمكن إنكارها في قائمة السمات المذهلة له هذه الصفة تدل على القوة والعزيمة والقدرة على تحقيق الأهداف بكل قوة وإسرار ومع ذلك يظهر جانب آخر من هذه الصفة فهي قد تجعل الأفراد في برج القوس يغوصون في أعماق التحديات دون التفكير في الآثار الجانبية على أنفسهم وعلى الآخرين عندما يضع القوس هدفاً أمامه يتحول إلى قوة لا يمكن إيقافها يتحمل المخاطر ويتجاوز الحواجز بجرأة فائقة ويسعى دائماً لتحقيق ذلك الهدف بكل الوسائل المتاحة لكن هذا الاجتهاد الشديد قد يأتي بثمن فقد يجد القوس نفسه يتسبب في إحداث ضرر بالآخرين في سبيل تحقيق أهدافه ربما ينظر الآخرون إلى هذه الصفة على أنها تدل على الشخصية الأنانية بسبب تركيز القوس على تحقيق طموحاته الشخصية وتحسين حياته الخاصة دون أخذ الاعتبارات اللازمة للآخرين الذين قد يتأثرون بأفعاله ولذا يجدروا بأصحاب هذا البرج أن يتذكروا أن الحب والتعاطف هما جزء أساسي من الحياة الإنسانية وينبغي لهم الحفاظ على التوازن بين تحقيق أهدافهم الشخصية ومساعدة الآخرين والاهتمام بحاجاتهم هذا هو التحدي الذي يحف الفلك مواليد القوس على اتباعه يجب أن يظلوا مخلصين لقلوبهم الحانية رغم جاذبية الاهتمام بأنفسهم وسعيهم الدووب لتحقيق طموحاتهم الشخصية البرج الثاني على قائمة الأبراج التي يحذر خبراء التنجيم من الثقة بها برج الأسد هو علامة زودت بقسط كبير من السحر والإشراق يقف كنجم بارز بين الأبراج الأخرى يتلقى اهتماما واسعا ويشع جاذبية لا مثيلة لها يبذل أصحاب هذا البرج جهودا مستميتة ليظلوا في مركز الانتباه فهم يتوقون لأن يكونوا محور الاهتمام وسط الناس لكن مع كل هذا التألق والأناقة يأتي برج الأسد ببعض الجوانب التي قد تكون خادعة فبحسب ما يشير إليه المنجمون قد يجد صاحب هذا البرج نفسه في بعض الأحيان مغرما بفكرة أنه مركز الكون بأسره ومن هذا المنطلق يمكن أن يكون عرضة لإفشاء الأسرار أو حتى للإنجراف نحو الخيانة الزوجية ذلك إذا لم يتحلى بالحذر والوعي ولذلك يجب على مولود الأسد أن يكون منفتحا وصادقا مع أحبائه وأن يشاركهم مشاعره ومودته الصادقة إن كانت هذه العلاقة مبنية على الثقة والصراحة فلن يكون هناك حاجة للبحث عن الراحة والمودة في أماكن أخرى يتمتع الأشخاص الذين ينتمون إلى برج الجوزاء بشخصيتين متناقضتين بما يجعل من الصعب فهمهم تماما يميل الجوزاء إلى إظهار وجه مبتسم وتبني صورة اللطافة المطلقة في حين يعمل في الخفاء على تنفيذ خططه بحثا عن النتائج التي يرغب في تحقيقها بغض النظر عما إذا كنت معجبا بهم أم لا فإنهم لن يتراجعوا عن استمرار مسعاهم نحو تحقيق أهدافهم يبدو أنهم لا يمتلكون أي تحفظات تقريبا فيما يتعلق بالسير في طريقهم بأسلوبهم الخاص في الحياة يعتبر الجوزاء البرج المناسب لنشر الأكاذيب لكن ليس بسبب الحقد بل لأسباب تختلف وتتعلق بتحقيق أهدافه أو تجنب المواقف غير المريحة هذا الجانب من شخصيته يجعل من الصعب على الآخرين الثقة به بشكل كامل المولودون تحت هذا البرج يتمتعون بشخصيات اجتماعية متعددة الأوجه حيث تتسم عقولهم بالتفكير المنطقي والفضول الذي يمكن أن يتسبب في بعض المشاكل في بعض الأحيان ومع ذلك يمكن للجوزاء تغيير سلوكه وتحسين مستوى ثقة الناس به بحسب اقتراحات خبراء التنجيم وذلك عندما يشارك الأصدقاء بأفكاره ومشاعره بشكل أكبر بهذه الطريقة سوف يتحفز الجوزاء على أن يكون أكثر صراحة وأقل احتيالاً البرج الرابع على القائمة برج الحمل يتمتع الحمل بصفات مختلفة ومتناقضة مما يجعل شخصيته مثيرة للاهتمام وكذلك للتساؤلات يعتبر صديقاً رائعاً ومخلصاً للغاية ولكن كونه أول علامة في دائرة الأبراج يجعله هذا متميزاً بطبيعته القيادية والتنافسية يتمتع الحمل باندفاع كبير من أجل تحقيق أهدافه وأحلامه وهو مستعد دائماً للاستفادة من الفرص التي تأتي في طريقه دون ما تردد يعرف الحمل بثباته وتفانيه في العمل إذ يستمتع بالحركة والتغيير ويفضل دائماً التنقل والسفر لاستكشاف المزيد من الفرص والتجارب ورغم أن هذه الصفات قد تؤثر على علاقاته الشخصية إلا أنه لا يتردد في وضع مصالحه الخاصة أولاً يظهر الحمل اندفاعه وعفويته في تصرفاته وقد يميل إلى التسرع في اتخاذ القرارات دون التفكير في عواقبها في العلاقات العاطفية يمكن أن يكون مخلصاً ومتفانياً ولكن في بعض الأحيان قد يظهر سلوكاً غير مخلص حيث قد يتسرع في التخلي عن علاقاته التي لا تجعله سعيداً يميل هذا البرج إذن إلى ترك تلك العلاقات التي لا تلبي توقعاته أو تجنب له السعادة دون أي تردد وبالرغم من أنه ليس خائناً بالمعنى التقليدي إلا أنه يمكنه وبسهولة تامة ترك العلاقات التي لا تكون مجدية بالنسبة له دون أن تنشأ لديه أي مشاعر بالندم ولذلك يجد البعض صعوبة في الاعتماد على الحمل بشكل كامل خصوصاً في العلاقات العاطفية البرج الأخير على قائمة الأبراج التي يحذر خبراء الفلك من الوثوق بها برج الدلو غالباً ما يعرف برج الدلو بطبيعته المستقلة غير المتوقع مواليده يميلون إلى السير على إيقاع الطبول الخاصة بهم ويمكنهم في بعض الأحيان إعطاء الأولوية لأفكارهم ومعتقداتهم على حساب الآخرين هذا الشعور القوي بالاستقلال قد يجعلهم أحياناً يبدون منعزلين أو منفصلين عن العلاقات العاطفية هذا يدفع الآخرين أيضاً إلى الشعور بأنهم غير موثوقين أو جديرين بالثقة بشكل كامل في تلك العلاقات علاوة على ذلك مواليد برج الدلو عادة ما يكونون من أصحاب الرؤى والمفكرين المستقبلين وغالباً ما يركزون على الصورة الأكبر والإمكانيات المستقبلية بدلاً من تفاصيل اللحظة الحالية في حين أن هذا يمكن أن يجعلهم مبتكرين ومولدي أفكار عظماء إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى اعتبارهم غير موثوقين أو غير متسيقين في أفعالهم حيث قد يغيرون رأيهم بالسرعة أو يتخلون عن المشاريع التي لم تعد تتماشى مع أهدافهم طويلة المدى بالإضافة إلى ذلك يقدر مواليد برج الدلو الحرية والفردية والتي يمكن أن تظهر أحياناً على شكل إحجام عن الامتثال للمعايير أو التوقعات المجتمعية السائدة وفي حين أن هذا قد يكون مثيراً للإعجاب في بعض السياقات إلا أنه قد يجعلهم أيضاً يبدون متمردين أو غير ملتزمين مما يؤدي إلى تآكل الثقة في موثوقيتهم وإمكانية الاعتماد عليهم اكتب لي في خانة التعليقات أسفل الفيديو ما هو البرج الفلكي الذي تنتمي أنت إليه وما رأيك بما يقوله الفلك عن هذه الأبراج ترجمة نانسي قنقر